مرحبا مشاهدينا واهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج تايك كير بحلقة اليوم راح احكي عنا ودكتور فير حداد عن المايغرين بداية اهلا وسهلا فيك دكتور فير شو هو المايغرين هو الصداع النصفي ما يعرف بالعربي هو وجع بيجي بيصيب الرأس بيعمل وجع راس قوي جدا الفرق بينه وبين الصداع العادي بانه بيجي عادة نصفي يعني نصف الرأس ومش سهلي انه نتخلص منه وبتجي معه عوارد مرافقة شو هي العوارد؟ اللي هي العين النفس الاستفراغ التعب عدم الإمكانية يكون بتواجد ما كان فيه ضو رائحة مثلا رائحة معينة حتى رائحة عطور بزرائحة جيدة او مش جيدة الصوت بيصير يزعج يعني عنده امور مترافقة معه هو صداع غير تقليدي الصداع غير عادي يعتبر يعتبر الشقيقة او الصداع النصفي يلي ما نقلو نحن هلقلو اسباب محددين لانه دايما في ناس بيكونوا عم بعانوا بيقولوا انه هاي دي ورات العيلي كلها عند اياها؟ هلا فيه نسبة وراتي بكل الابحاث بيان انه فيه نسبة وراتية معينة بتتخطط 30% ولكن الاسبابة اللي نحن اكتر شي بنعرفها المتداول فيها صارت معروفة يعني مثلا بيصير فيه دروب الاستروجين عند الامرأة بريمانسترويشن قبل العادي الشهرية بتعمل مايجرين لانه فيه تغيير ارموني منشوفها مثلا عند الناس اللي عايشين استرس او كتير منشوفها عند او ديكون تريجر اذا بديك تبعها يعني الاسباب المسببات طبعها هي بده تكون موجودة تيكون الى مسببات او بيبقى فيه شي ديفكت خلقه من الشخص بالنسبة للدورة الدموية بالرأس او بيبقى مثلا سبابة ضغط الغيب عين او بيبقى يعني بديكون فيه تريجر وراها هادي هي اهم الاسباب اللي منشوفها قلة النوم للناس اللي عندهم مايجرين ممكن تكون هي تريجر لمايجرين فهي الاسباب اللي اكتر شي متداولين هالاسبابية يلي بس هو بديكون موجود يعني بده ينوجد تيكون تريجر وراه وإلا اذا هي الاسباب كانت موجودة من دون ما يكون فيه مايجرين ممكن يتعرض الانسان لوجع راس عادي طبيعي عابر بيجاوب بسرع على أي دواء مسكن بينما الصداع النصفي لا يتجاوب بسهولة على الأدويات المسكنة العادية اللي بمتناول الأيدي مثل البندول وهول كيف يمكننا نفرق بين الشقيقة الصداع النصفي أم الوجع الرأس الطبيعي العادي وجع الرأس الطبيعي أول شيء بيجاوب سريعا مع البين كيلر تاني شغلة ما بيترافق بكل اللي سميناهن يعني ما بيترافق بالعيين استفراغ بصير بس يستفرغ يرتاح على فترة يرجع عن جديد لعيين استفراغ كلمة يدية بصير في العيين بعدين استفراغ طي يرتاح ما بيترافق مع عدم تمكنه بقى من رؤية الضو لازم يطف في الإنارة لازم يكون بمكان مظلم لازم يكون ما فيه إذا بدك ما فيه أصوات مكان عازل للصوت كليا تحت ليرتاح هذا الفرق بنما الصداع العادي ممكن يسيب أي شخص بأي لحظة اللي كان بأي مكان اللي كان وبيكون كامل وبيكون كامل حتى إذا كان جزئي مش بالضرورة يكون كان من وراء كان من قدام اليوم في صداعي اللي من وراء أكثر شيء من لقيه بالضغط اليوم الصداعي اللي من قدام من لقيه كثير بالسينيسز يعني وقتل يكون في حدا عنده سينوزيت وقتل يكون حدا عنده مشاكل بالتصريف طبع السينيوس وقتل حدا عنده حساسية فعمليات أنواع أو المسببات لأوجاع الرأس هي كتيرة بس الفرق بينياتهم هي اللي بتصير بين الصداع النصفي وبين الصداع العادي شو هو العلاج الشائع للصداع النصفي لأنه كتير عالم بتعاني منه وكتير ناس بتقول أنه ما فيه علاج دايم وفيه ناس بيقوله بعد عمر محدد بخف هل هذه الفرضيات صحيحة أم خطر؟ كان على الزغر فيه نسبة من قليلة أبدا بأنه مع العمر مع تعديل بالدورة الدموية بشكل أفضل بالرأس بيصير فيه إذا بدك بيختفي أو ما بعود كتير يظهر المايجرين ولكن هو بالنهاية هو مزمن هو موجود وهو مزمن وقت اللي بتكون فيه مسببات لأله أو فيه تريجر لأله راح الإنسان يحس فيه يعني دايماً نسمع أنه هو مرض ما فيه الواحد يتخلص منه بسهولة لا هو فيه واحد يمسك المرض هيدا كيف؟ لحلي كيف اليوم كنا بالزمنات أنه حضن عنده مايجرين نعطيه أدوية مسكينات تقيلة مثل المكسالت أو غير أدوية طبعا نسمي أدوية معينة هي تأخذ فوراً مفعولة صحيح بينام عليها الإنساني يمكن ينام عليها 24 ساعة على الحبة بس بيقوم مرتاح مخدود متعب جسمه مكسر إلى آخره بس بيرتاح عليها وهيدي تعتبر مومنت يعني هايدي بلحظتها أنت بتعطي المريض هايدي الحبة لحتي اللي تشيلله كريزة المايجرين هون ما بتكوني أنت عم بتعالج المايجرين هون أنت بتكوني عم بتشيله أو عم بتجيار بتخففه من قوة وجع المايجرين بالجسم وتوصلنا لوقت أنه لا صار فيه أدوية حديثة أكتر بكتير وأفضل بكتير وتنعطى بشكل مطول على مدة ستة شهر لمدة سنة بتخفف من أو بتخفي عوارد المايجرين على أمل أنه من بعض ما يكون مر أكتر من ستة شهر وأكتر من سنة من دون حدوث المايجرين أو كان يجي واجع الرأس يجي واجع الرأس خفيف يستجيب للأدوية العادية المسكنات العادية يعني تقريبا صرنا بعاد عن المايجرين بصير فيه مستبعد بصير فيه مستبعد بصير فيه مستبعد أنه الإنسان ينصب هون منقول أنه فيه هائطة هالتجارب هايدي وبهالأدوية الحديثة هايدي صار فينا نقول أنه المايجرين فيك تعملي له كنترول لدرجة أنه تتخلص منه من الجسم في كنترول بس ما فيه علاج نهائي هذا اللي بتقوله ممكن عودته حتى لو عاملته له علاج بس ممكن بهذا العلاج اللي عم تعمليه طويل الأمد تمد فترة كتير طويلة ما تنصاب بالمايجرين هذا شيء كتير حديث اليوم وقت اللي الإنسان بينصاب بالمايجرين بديك تعرفي أنه تريجرات كتار الأسباب المسببات كتير يعني اللي بينصاب بالمايجرين في منهم بينصابوا مرة بالأسبوع عنده يومين أو ثلاثة مهانات بالأسبوع وهو الأسبوع كله سبعة أيام اليوم وقت اللي بيقعد شهرين وثلاثة وأربعة وخمسة من دون أوجاع رأس أو أوجاع رأس طابعية خفيفة بتتجاوب على الإدوية العادية هذا يعتبر تأدوم كتير كبير بعلاج المايجرين صح هل فينا نعتبر أنه هيدا الصداع ممكن يوصل الراس لمحل أنه بصير فيه خطر بالأوجاع يعني بصير الواحد مضطر يروح يعمل صورة للراس لأنه الوجع بصير أوقات مش محمول في ناس بتروح بتعمل إبر صح فشو رأيك أنت يعني بتروح تعمل مسكنات لها منحكي فيها صح هيدول الناس خاصة هيدا الناس اللي ما بتكون على علاج للمايجرين يعني ما عم تاخد علاج للمايجرين اليوم في علاج كومبينيشن إدوية بتنعطها دويين أو ثلاثة مع بعض تحت تلاتي تتم هيدا عملية علاج أو تهديئة المايجرين تحت تالي ما يرجع بسهولة أو تحت تالي التريجر ما يسببه بسهولة اليوم الناس اللي عايشة إذا بدك على بقى اللحظة بلحظتها إنه في حال صار معهم مايجرين بروحوا بيوصلوا على الطوارئ بيعملوا إبرة anti-inflammatory مضاد للالتهاب بروفينيد أو بيعملوا شي بياخدوا شي مسكنات قوية بالمستشفى لحد الدولوزال يعني لحد المورفين أوقات هيدا كلها لحد تشيل الأزمة بلحظتها ألا شو الإشكلات اللي ممكن سير الإشكلات المتقدمة جدا بالمايجرين على قوة الوجع ممكن تبدل بضغط الجسم وبالتالي ارتفاع ضغط الإنسان فهيدي واحدة من العوارض الخطرة يلي بتخوف بالمايجرين إذا كان المايجرين إله فترة وشخص بيعاني من الضغط أساسا أو شخص في عنده family history للضغط ممكن يطلع ضغطه خاصة ضغط القلب ممكن يطلع على أرقام عالي جدا تسبب مشاكل تاني مشاكل كتير خطرة على الجسم طب أسلوب الحياة ممكن يأثر طبعا ونظام الغذائي هيدولا نظام الغذائي أسلوب الحياة البيئة أول شيء البيئة بدأت تكونوا نضيفة الرويح مثل ما قلنا لأنه ممكن يكونوا نوعية الأكل اللي عم بيكلها الإنسان أكل صحي ولا لا استرس بيعمل نوعية العمل الأوقات بتعمل هيك اللي بيشتغلوا بالكيميكلز معرضين كتير يلي عندهم مشاكل بالنظر يلي عندهم مشاكل بالعيون وعندهم كل نهار تركيز وراء الشاشات أو وراء الكمبيوترات أو وراء عرفته فأكيد في هذه الطرق كلها ممكن واحد يتفديها وبنظام أكيد غذائي مثل ما بيكل الأمراض النظام الغذائي بيجي دايما بالمرحلة الأولى أو من أهم الأمور اللي متعاطى فيها وقت ما نكون عم نحكي خاصة عن أمراض كرونيك يعني أمراض مزمنة هي طبيعة الأكل شو عم بيكل الإنسان لأنه اليوم حتى الأكل الغير صحي الأكل الغني بالدهون كتير ممكن يكون هو واحد من الأسباب التي تتخلي الديجيستيب سيستم تقوم بعمل جبار أكتر وبالتالي الدورة الدموية بتتغير وتعرض الإنسان للميغرين هل الرياضة أو النشاط البدني بيقدروا يتحكموا بالصداع النصفة أم مش بكل الحالات مش بكل الحالات ولكن الكتير الرياضة مهمة رياضة طبعا تكون رياضة مدروسة مش رفعة أتقال مش الضغط على الشريين أو الدورة الدموية بالرأس بشكل مفاجئ ولكن الرياضة تدريجية لمرضى الميغرين ممكن تساعد وتساعد بكترة أول شي بتحدد السترس بترفع البدء أنرجي من الجسم تاني شي بتعدل الدورة الدموية بشكل أنظم وأفضل وبالتالي بتبعد تبعد إذا بدك مسافة الميغرين بين مرة ومرة بتخليها تكون أبعد فالرياضة مهمة جدا بالميغرين أمتى لازم الشخص يروح يزور الطبيب لا يحدد له أنه عم يعاني من صداع نصفة ولازم يبلش ياخد علاج وقت اللي بتتكرر هذه الحالة أكتر من مرة ووقت اللي بيلاقي حاله أنه ما عم بيقدر الأدوية اللي عم بيخدها اللي عم بيخدها بالبيت ما عم بتكون كيفية وما عم بيتجاوب الوجع مع الأدوية اللي عم بيخدها اليوم بدو يتأكد ونضغطه منيح كل شيء منيح ما عم بياخد دوة مسكين وجع الراس بالعكس كرميله على زود عم بيترفق بأمور تانية عم بيسبب له إياها هذا الوجع الراس هون صار لازم يلتج إلى الطبيب مش أكتر من هيك هل وجع الراس دائمان بيكون بس وجع الراس أو ممكن يكون في شيء وراه المايغرين هي واحدة من الأمراض واحدة من الأمراض يلي بتعمل وجع الراس وجع الراس ممكن يكون له أسباب هائلة ممكن يكون في مرض خطير ممكن يكون في أورام مسببة هالشي هيدا ممكن يكون ضغط العين مثل ما قلتلك سرطان العين ضغط العين ممكن يكون في مشاكل مشاكل بالرقبة بتعمل وجع الراس ممكن مشاكل غضة بتعمل وجع الراس يعني مشاكل قلب بتعمل وجع رأس مشاكل تضفق الدورة الدموية عن طريق الكاروتايت ممكن تعمل وجع رأس ودوخة وعدم توازن اشياء كتير بتعملك كيف فينا نصنف أنواع وجع الراس يعني لشو بيتقسموا نصفة ما في فيه يا أما المايجرين يا هو الوجع إذا بدك الصداع النصفة يا أما وجع رأس مستدام لازم نفتش على السبب تبوله إذا وجع عابر ممكن يكون أي شيء مسبب لهذا الوجع شوية سترس بالشغل زيد ممكن يسبب الوجع على الرأس ولكن تكرار وجع على الرأس بشكل متكرر يستدعي اللجوء للطبيب لحتى اللي يتحدد السبب شو لأنه ممكن يكون السبب مجرد نظر أو ممكن يكون شيء بسيط أو ممكن يكون أرمون أو ممكن يكون سترس أو ممكن يكون أي شيء ولكن صراعاً يتكرر أكتر من مرة وصراعاً يتكرر بطريقة يا أقوى يا أما حتى لو كان نفس الشيء عم يتكرر عدة مرات ونصر لازم نعرف سببه لوجع الرأس ما بقى سبب وجع الرأس عابر ما بقى مجرد سترس عامله الإنسان وعمل وجع رأسه ومش لا أكيد صار في سبب لازم يفتش عليه هذا السبب إن كان سبب أرموني ولا إن كان سبب عضوي ولا إن كان سبب شو ما كانت أسبابه حتى إذا كان حتى إذا كان بكتيريا إذا كان شو ما كان أوقيت المننجايتس يعني اليوم بيخطو بيخطو الإنسان بعدم اللجوء للطبيب بالوقت المناسب أو حتى بيتأخر الطبيب بالتشخيص بتكون هي مننجايتس مرض قاتل بيعمل وجع رأس قاتل واستفراء ولعيين وتقريباً الوعي مشوش يعني قريبة من المايجرين صحيح وهي بتبقى شو بتبقى مننجايتس أو التهاب السحاية أو فاليوم أمراض الرأس كتيري كبيري أغلب الأمراض بتودي لواجع الرأس مفرد يتحدد شو هو هل في أساليب وقائية حتى الشخص ما يجعو رأسه أو ما يعني يخفف من من نسبة إنه يتعرض للمايجرين بالشيء الأول إنه إذا فيه شي خليه للإنسان ما يعمل وجع رأس لا أكيد لا نحن مش عارفين أساساً أول شي شو سببه بيكون إلا ما نعمل إلا ما نعمل إلا ما نعمل فحصات المطلوبة فهيدي لا هيدي بتصير المهم علاجة مهم علاجة بس تصير هلأ الوجع عن الصداع النصفي إيه أكيد مجرد ما يتشخص إنه هذا صداع نصفي أنا مع العلاج من أول الطريق لأنه كل ما علاجتي من أول الطريق كل ما كان أسهل علاجه كل ما تمكن من الجسم أكتر كل ما صرت بحاجة لكميات أدوية أكبر وأكتر وفترة زمنية أطول بالعلاج بالختام دكتور بير أنا بدي أشكرك وبدأ أطلب منك نصيحة للمشاهدين اليوم حكينا عن المايغرين وحكينا عن كتير أمراض بتسبب لوجع الرأس ما بدي يصير فيه هذا الموضوع يعمل ألأ كبير اليوم حتى فيه إشياء بسيطة ممكن تعمل وجع الرأس بش ولكن كل شخص بتتكرر عنده أوجاع الرأس ومش معروف سببه شو ما يشخص حاله لأنه في كتير ناس بيش نعلم يقولون أنا عندي وجع رأس بس هذا من رأبتي أو أنا عندي وجع رأس بس هذا أكيد من عيوني يبقى المريض هو عم يشخص حاله ممكن يكون فيه شي مخبه وراء التشخيص طبع المريض يعني وراء وجع الرأب ممكن يكون فيه شي تاني أو وراء ضغط العين ممكن يكون فيه شي تاني فالمبدأ إنه إذا عم تتكرر اللجوء للطبيب خلي الطبيب يحدد شو هو السبب والطبيب يحطك بالأجواء وطريقة العلاج ويمشي معك بهالطريقة هاي دي لحتى لي توصل لنجاح بالعلاج شكرا لك دكتور بيار شكرا علي وشكرا لكم مشاهدينا ونشوفكم بحلقة جديدة شكرا لكم agesибade شكرا لكم شكرا لكم